وقالنا رقم 36 في الشكل عايز قيمة ال-RV التي تجعل الطيار في I3 بيساوي 0 تمام هنتعامل ازاي؟ لو انا جيت على المسار ده وعايز اجيب منه ال-RV هلاقي البطارية موجودة بس I2 مجهول وبالتالي لو عرفت اجيب I2 هقدر اجيب ال-R المجهولة اللي في المسار ده طيب هتعامل ازاي؟ هاجي هنا عند المسار الخارجي واعمل ايانا خلي امشي وراء المسار ده تمام تاخد المسار اللي من الخارج همشي كده تمام وهفترض ان ده اتجاه المسار اللي انا همشي عليه وهقول يساوي البطاريات هنا و-R هنا طبعا في المسار ده كده مفيش بطاريات يبقى سفر يساوي طيب السلك ده فيه مقاومة قيمة عشرة ماشي فيها طيار عكس المسار يبقى سالم عشرة اي واحد ماشي والسلك ده فيه مقاومة خمسة ماشي فيها اي واحد اي اتنين وتجاهوا معنا يبقى موجب خمسة اي اتنين اما السلك ده طياره بصفر فمش هل انده عليه يبقى انا بقى هوادي العشرة اللي هي بالسالب النحية التانية هيبقى عندك عشرة اي واحد بتساوي 5i2 على الخمسة فعل واحد على الخمسة فعل اثنين يبقى انا فهمت ان i2 بتساوي 2i1 انا جبت i2 بدلالة i1 لو انا عرفت i1 بكم هيبقى معايا i2 ولو معايا i2 هعرف اجيب الارف رجعت رسمتي تاني من غير السلك ده لان السلك ده يعتبر مفوش طيار الطيار i3 بصفر فمش لين لازمة فانا بقى رسمته من غير السلك ده وهحاول امشي على المصار ده عشان اجيب منه i1 عشان لو جبت i1 هعرف اجيب i2 هاجه على البطارية دي اعمل ساعة من الساب الموجب وامشي فيه المصار ولنفترض مع البطارية وقول يساوي هنا في بطاريات i10 واتجاهها معانا السلكية دي تبع دي 10 وعندك 4 يبع 14 ماشي فيهم i1 اتجاه معانا موجب 14 i1 السلكية دي مفعاش مقومات وبالتالي مش هنده لها يبقى i1 بتساوي 10 على 14 اقدر من هنا اجيب i2 هتبع بارة عن 2 في 10 على 14 يعني 20 على 14 هاجي بقى هنا على المصار ده عرفت خلاص اجيب i2 معايا قيمة i2 اقدر بقى امشي على المصار ده واجيب ال rv البطارية عليها ساعة نمشي في المصار ده والنفترض هنسمي ده واحد بدا 2 هنقول يساوي البطاريات اللي هنا قمتها 10 والسلكية دي فيها مقومتين اللي هما الخمسة وال rv ماشي فيهم i2 والتجاه معين يبقى i2 في 5 زائد rv والسلكية دي مفعاش مقومات عشان كابش هنده عليها اقول ايه i في 0 ما هلقرض هنا في 0 يبقى هو كده المعادلة يبقى انا عندي 10 هتساوي هشيل i2 وكتب مكانها 20 على 14 في 5 زائد rv تمام هسيب الخمسة زائد rv في مكانها ودي دي اقول ايه بقى 10 على يعني هقولت بعيدة على القريب على 20 على 14 مقام المقام بسط يبقى دي الصفر ده يروح مع السفر على 2 فيها الواحد على 2 فيها السبعة يبقى rv زائد 5 بتساوي 7 يبقى rv بالساوي هوادل 5 بإشارة مخالفة تبقى 27 منها 5 يبقى 2 قوم يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم g سؤال لرقم 35 امتحان مصر 2018 في الدائر المبينة بالرسمة عايز مقدار v باتري التي تجعل قراءة الأميطر بتساوي 0 تمام عشان الأميطر يقرى سفري بسلك ده أكيد مش بيمر فيه طيار وتبقى الدائرة الحقيقية عبارة عن فيه هنا مقاومة قيمتها 2 اوم ومقاومة هنا قيمتها 4 اوم والبطارية اللي هي 12 بوم فلا ممكن أجيب الطيار هقول الآي بساوي البيباتر اللي هي 12 على المقاومات هنا اللي 2 وال4 يبقى 6 يبقى أنت عندك الطيار 2 امبير يبقى الطيار ماشي كده على أساس ما فيش طيار جاي في السلك ده الطيار ماشي على طول كده وقيمته 2 امبير طب عايزة جيب كراءة الفلتاميتر هرجع للمصار اللي فيه عايزة جيب كراءة الفي باتري هرجع للدائرة الأصلية اللي فيها الفي باتري المجهولة وعمل ساهم عليها من سايم المجب وهمشي كده مصار جوال المستطيل ده واقول يساوي الفي باتري اتجاهها معانا هجيبها بالمجب وأنا دلوقتي هتعامل مع المستطيل ده تمام السلك ده مفيش طيار وبالتالي مش عندها ده هيبقى معي السلك ده بس في مقامة كمتها 4 ماشي فيها 2 وتجاه معانا يبقى 2 ف 4 8 يبقى اذا الفي باتري قمتها 8 فولت يعني الإجابة الصحيحة تبقى رقم جيب ترجمة نانسي قنقر